ليست مجرد صفقة تسليح بين دولتين فحسب بل إنها قضية تأخذ أبعادا سياسية تتمثل في إعادة التموضع والاصدفاف بين الدول المؤثرة في ساحة الشرق الأوسط منظومة الدفاع الروسية S-400 تصل تركيا بعد محادثات طويلة بين الأتراك والروس دخل الأمريكان على خطها مهددين وممتعدين من شأن تلك المنظومة أن تزود تركيا بسلاح دفاعي متطور يدخل البلاد المنضوية بحلف الناتو في إطار تحالفات جديدة تغير من خارطة القوى التي كانت معهودة منذ خمسينيات القرن الماضي هكذا ينظر المراقبون إلى هذا التطور الجديد ويفسرون به ردة الفعل الأمريكية التي من المتوقع أن تكون في أسوأ حالاتها إقاف بيع تركيا المقاتلة الحديث F-35 حيث دعا الكونغريس إلى بحث آلية الرد على صفقة التسليح الروسية التركية من باب آخر تجد واشنطن نفسها مجبرة على التعاطي مع هذه الصفقة كأمر واقع جاء بناء على ردة فعل ضد سياسات خاطئة في عهد إدارة أوباما إذ أن تجاهل أوباما لمطالب تركيا في الاستحواذ على منظومة دفاعية وخصوصا الباتريوت أجبرها على البحث عن قنوات أخرى خارج منظومة حلف الناتو ثم تتعليل يرجح عدم فرض واشنطن عقوبات على أنقرة مفاده بأنه إذا كان هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تزويد أنقرة بهذا النظام الجوي المتطور هو دق إسفين الخلاف بين أعضاء الناتو فإن إفشال غرضه يقتضي التروي وعدم تفكيك العلاقات وقطع الشعرة كليا مع تركيا صفقة إس أربعمائة قد تكون قفزة تركية مليئة بالمجازفة لكن مجريات الأحداث تبين أن واشنطن بدت الخاسرة الأول في هذه النقلة في حين بدى بوتين الرابح الأول الذي تمكن من زعزعة حلف الناتو وجذب تركيا إلى معسكر بلاده لما لها من أهمية جيوسياسية تمثل بوابات أوروبا وشمال آسيا إلى الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر